خلينا نروح لك الشيء الثاني هو الكثير يقول أن ميركل جاءت لجزائر ليس بغض الاقتصاد ولا أي شيء جاءت تريد ترحيل حراجة جزائريين من بلادها نحو بلدهم الأصلي لأنها ضاقت ضرعا بهم في بلادها أو الألمان مش حابين المهاجرين كرهوا منهم تعبوهم أو تريد عندها برنامج في حكمها في ألمانيا وهي في العهد الرابع الآن عندها برنامج تريد أن تصفي ألمانيا من المهاجرين غير الشرعيين خاصة في الدول لما فيهاش حروب حوالي ربعلاف حراج يريدون ترحيله من ألمانيا اتفاق تم اليوم حسب ما صرحت به ميركل 700 تم التحرف على هويتهم ألا ترأس يا أصماني بأن هذا هو الهدف الأسمى من الزيارة في رأيك في الجدو الأعمال فروزنا ما التحمل بالنقاط لا يخفي على ذلك أن ألمانيا عندها تجربة بعد تقسيم ألمانيا إلى ألمانيا الشرقية الغربية ألمانيا الغربية رفتت العبع وتعرف معنا ترفض شعب آخر اللي هو كان نص شع شعبها فتجربة ألمان أنه من خلال النزاع اللي وقع في سوريا لا يخفي على حد أن نجوز مليون ليجئ سوريا في ألمانيا فبعض تصرفات خلي نكون صريح معك أنا زورة ألمانيا عند المرات شفت قبل المسألة السورية وثم بعد المسألة السورية شفت بعض المجتمع منظمة مجتمع حنا نقول ومشينا على باللغة العامية مريقل مريقل شعب مريقل موش بالحق رابع اقتصاد العالم أكبر قوة اقتصادية في أوروبا موش بالكلمات النرنانة بلغة خشب كان سلوك مواطني كان إرادة سياسية كان مواطنة رقية وكان ديفيري طب يكونوا ميصدر الناس اقتصادية في التفكير في التصور فاليوم ما جاءت هذا اللي يتجوز عدد كبير أو مليون بعض دول ما عندما نعلم مليون سنة هذا غير مسألة السورية وكان بعض الإخوة الجزاريين خليني يكون صريح معك خليني لغة تبنك خليني من لغة العظامة بعض تصرفات ابناء وطننا خلني يتميتوا بالسلام منها شهامة المجتمع الجزاري ذوق واحد يخسر كان جزاريين فيما كان دامجوا في مستوى كفاءات علمية ملتزمين كان ناس مساكنة تربية أخلاق وكان بعض الحالات شذة بعض الأطراف تئيرات سياسية عندهم اليمين المتطرف وهذه الدخلة في اللعبة السياسية وسوق على أساس أن هذه الجالية خير بعض الحالات شذة وقال شوف أيها المستمع الألماني نحن بسلوكات ماشينا لا تموتوا بسلاة بالحضارة الألمانية هذا وقع في ضغط في الحياة السياسية في ألمانيا وإن هذا القار يواجع بعض تصرفات سمحهم الله من خوطنا الجزائرين ومن شغل الجزائرين يعني من كثير خلى ألمانيا لأنه البرنامي الألماني الغط وكسب براي من التيارات الأخرى الديمقراطية الحزب الديمقراطي الشعبي من التيارات أخرى ومن التفكوا على أساس أنه يجب أن يجعل حل فاليوم الإرادة الشعبية على المستمع الألماني الغط على المستشعر الألمانية وطلب منها أنه تحل سريعا هذا الإشكال يعني عندها ورقة طريق ألمانية تريد تطبيقها ومن دولة مؤسسات هي تستجيب إلى نقل اهتمامات المجتمع الألماني من خلال برلمان فهنا هي ليس عباء ولا مزاج هي هنا بناء من بين النقاط وذكرت لأنه هذا الواقع من بين النقاط التي كانت نقاط مهمة حتى من خلال استمعنا للندوة الصحفية شافت أنه أنا كانت تركيز لأنه رقم 40% 4000 حراغة وقعها حتى بلوع من الطرفة من طرف الوزير الأول عاود رد لها يعني ليس سهل تتردمتها في شهر شهرين يعني توتيل ووجيستيك يعني يكون إمكانيات تعنق الكبيرة وقعها يعني خذها على رد الوزير الأول دفتور كامالك كيف تشوف في هالقضية شهرين